اهلا 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 وسهلا شونكم شخباركم حياكم الله حق حلقة اليوم حلقة اليوم رح تكون very informative ورح تفيدكم وايد لان اهي الحلقة رح رح تكلم فيها عن الحياة ما بعد التخرج الوظيفة شون تسعون حق الوظيفة شون تلقوا لكم وظيفة على اي اساس تختارون وظيفتكم معانا اليوم بالحلقة رح يكون اخلا خلق انا عد عشان ما انسى رح يكون اربع طلبة وستاف من توطين لان حلقتنا اليوم وايد رح تكلم عن توطين بما ان ان هو الموضوع عن الوظيفة وتوطين رح يساعدونكم وايد بها الموضوع ورح يشرحوا لكم بالحلقة شون طريقة فادونا بشنو احنا كخريجين وكطلبة شون استفدنا من هالموضوع فان شاء الله رح تستمتعون بها الحلقة فاول ضيف حق حلقة اليوم عرفنا عن نفسك او شيم ساكم الله بالخير صالح علي اسد سينير ميجر اكاونتنج نعم نعم لان حياك حلقة اليوم يلا يستعدينнитеnah أنت لو أنك طالب صح؟ ايه حين طالبني وخريجي ان شاء الله بذن الله ان شاء الله طيبان ان شاء الله ان شاء الله أجرب الوظيفة لتأخذ أكثر وبعد ذلك أذهب للعمال الحرة عندما سمعت في عصفور قال لي قبل الحلقة أنك لديك عصفور تطالب نفس الوقت فكلمنا عن هذا الموضوع طبعاً كنت أشتغل من طالب من زمان بلجت أني أكثر من الوظيفة أجرب كبار تايم جوب أهم كأيو أم ساعدتني بهذا الشيء وعطتني الدافع أني أذهب بهذا الاتجاه فجربت أن أقوم بيزنس أول بيزنس خلقت لي مطعم صغير جربته وأيسالت بعدين جربت بيزنس يعني أكثر من المجال في البزنس جربته لحد الآن مستمر فيه إن شاء الله بعد ما تتخرج وإن شاء الله دور على الوظيفتك تبيت توظف يعني في وائد ناس عندهم هذا المسكينسبشن أن مثلاً يعني إذا أنت تخصصت بتخصص معين مناتك إذا تخرجت لازم تتخصص بهذا التخصص وهو صح يعني أنت لما يكون عندك شهادة بهذا المجال هذا شيء وايد رح يفيدك بس عادي أنك أنت مثلاً بنص حياتك تستوعب أنك أنت لا أنت تميل حق مكان ثاني شوفوا المشكلة نحن نحن نواجهها أن بالعكس أنت بتخصصك هو وائد تفرعات فيه مو معناته أنت تدريس تخصص معين تلاقي نفسك بهذا التخصص لا بوظيفتك تكتر تلك وائد أمور أنت تكتر تبدع لما تدشه بعالم الوظيفة والدشه بعالم اللي أنت تخصصت فيه رح تلاقي وائد أمور وائد رح تكتفها بنفسك أكثر أوكي مثل ما أنت يعني مو شاء الله الوظيفة أكثر من الوظيفة حق الطلب اللي أنت معنا والطلب اللي أنت بالجامعة إن شاء الله لهم نية أن يفتحوا بوظيفة أنا بطلت بوظيفة بعد ما تخرجت لأنني كنت قاعدة ما عندي شيء وأنا مالي صغير في الفاشن فأنت قاعدة خلع سويها شيء لكن أنت مو شاء الله بلشتها شيء وانت ما زلت طالب فحق الطلب اللي يسمعون ما تنصحهم حق إذا أهمى لهم نية أن أن يبطلون بوظيفة لكنهم لا يعرفون مثل نقول الـ شوفي لا تمر دقيقة من عمرتش أنت ما أنجزتي فيها شيء هذي نقطة وايد مهمة أنا صاحة للطلبة والشغلة الثانية أنت لا تمر عندك خمس سنين دراسية من حياتك في الجامعة أنت ما تكون قاعدة تستغلها في وايد أمور أنا أنا تخرجت ما شاء الله يعني توطين مو موقفين يعني أي أمورتونيتي تطلع وأماكن عجيبة أماكن عجيبة واللي حلو بالموضوع أنهم يعني يدزول لك الإيميل بناء على أن مثلا أنت تناسب الكريتيريا اللي أهم يبونها حق الوظيفة فاللي حلو أن توطين لا يعني يختصرون عليك هذا الجزء ويقولون لك مثلا يعني في مكان فلاني يناسبك هذا الفيلد يختصرون عليك وائد أمور يعطونك وائد أماكن قلت لك من أكبر الشركات أنا هذا اللي تعجبت منه وائد استانس فيه بنفس الوقت أنهم قاعدين يوفرون لك كل هذه الشركات فأنا أعتبرها كأنها حاضنة هذه يعني تريم توطين كأنها حاضنة تحتضر لك الشركات الكبيرة تعطيك أوفر تعال جرب رح يكون في نسل الكاريرفير اللي إحنا كل سنة كنا ننزل تحت بالبيس متشرح بس هالمرة لا رح يكون فيرتشول وكل الشركات رح تكون موجودة يعني يعني أيو أم مو مخلين هالشي يعني يعني حرام أنا كنت أشوف هذا الشيء هذا الكاريرفير وايد مهم حق الخريجين بالضبط وتاطين اليوم هو وسيط أعتبر أكثر قاعد يقربك حق الشركة أكثر وفي شغلة أنت كلمت عنها قبل أن أختم الموضوع أنت أيب طاري أن كنت تشتغل بارتايم أنا وايد أيد فكرة البارتايم بس لو تقوليني على سريع شون كانت حياتك كي طالب وبارتايم نسل الوقت البارتايم جوب رح يوفر لك يعني رح يعلمك التوين تبين يعني تل اليوم اللي قنقول تتوظف بارتايم جوب ومكان معين قنقول سواء كان بنك رح تلاقي نفسك إذا كنت فعلا تبي البنك ولا لا ومن هنا أنت قاعد تنمي سيفيك إذا ثم تسوي سيفي بعدين مع توطين تسويلك فأنت قاعد تكبر سيفيك قاعد تساعد في وايد أمور وقاعد تسقل نفسك في صفات أنت ما كنت تدري أن هي موجودة عندك صح فبالعكس البارتايم جوب وائدي يفيد يعطيك العافي الله يعافيك ما قصرت يعطيك العافي علي إيتك اليوم بالعكس أنا أتشرف ومشكورين على الاستضافة الحلوة هذه شكرا الله يسلمك مشكورة حق الساكن قاست حق الأبسود موناتنا اليوم عندنا ضيثة أهلا أهلا عارفين عن نفسك اسمي القيلة حسينان فايننس ميجر وأنا سينت سينير إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله إن شاء الله قتيلي قريب التخرجين إن شاء الله إن شاء الله متحمسة حق حياتتش اللي ما بعد التخرج وايد شوفي خنت أتكلم شوي عن دامنا نحنا اثنين بنات نتكلم عن مجال الوظيفة مع الحريم في إشاعات تقول إن كمرة فرصهم حق الوظائف أقل من الريايل مع أنه وايد صعب بالنسبة لنا أنا أقول هالجملة أنا أقول فلا كل ما مع هذا شيء فااااااااا فاحينا مجرد ما أدري أحس بوجهة نظري المرة كانوا تمزك مناصب فعني ما يتعلي على وظيفة حتى الشغلها كانوا يصير صعب فعادي وقعني نشوف وايد حريمية وصلوا شئ أشياء وايد قوية فااااااااا فاااااااااااااااااا اعني أنا المجرد من الحريم اللي يشتغلون من وصلا ومناصب يعني ما شاء الله ما شاء الله عطوا كل ما فيه وتقاعدوا فيها فعمري ما تربيت على هذا المبدأ أني تفرق ريان على المرة كلش أحس تفكير الناس تغير حق إن شاء الله بأشين دورين وظيفة انتي متعالة يعني أنا فعطيش نصيحة صغيرة بلشي دوري من الحين من الحين إن شاء الله شدي حيلت مع توطين اي وسجلي حق البرتشوال كارير فير اي وأصلا توطين يعني أحس وائد زحل عيش وظيفة حق جدام وائد وائد ساعدت بالسي في وغير هذا البرت تايم جوبز والكارير فيري اللي سوناك السنة اللي يعني يقريب سمعني إن شاء الله تاريخ شخلاقر عش نتأكد 24-25 ايه ثلاثة واربعة بعد عطتكم لأيام بظهر ايه فعني أوكي توطين وايد ساعد وسهل عليك يعني أنا ترى سي في شون سويتها بالبيت زوم كول بعدها بس خيلي مرايحينت الآخر يعني شم عندك شون تخصوصت شون تشذي يعني لا عندك اذر لازم كين جاهزة من اللحين بس خلاق ودزل السيذي يعني شنو تابون أكثر منها الدلع اي والله يعني صد صد يعطيهم عافية يعني أي وام يعطيهم عافية صراحة انتي حضرت كارير فيري من قبل؟ اي مرة اللي كان موجود ايه موجود ايه موجود ايه موجود ايه موجود شركات كبيرة وغير هذا في حق كل القطاعات يعني انجينيرينج بزنس كل شيء فأي شيء انتي ببالش تلقينا بالكارير فير فواو واو واو حبيت الواو اللي آخر شيء اوكي شنو صحيحة حق الطالبة ان اللي نفسك الحين عساس اني يبلشون بالنكست تب حق ان شاء الله بعد التخرج يطيكم شوية راحة يعني زهر شهرين شي سي في مالهم وكل هذا قبل التخرج وشان لما يتخرجوا نكون جاهزين واوكي انت شيء اننا بمخهم خلاص متأقلمين على الموضوع ان يعني وظيفة حتي ديدي وكل هذا وبعد شغلة نصيحتي تعلمي حق طريقة المقابلات لأننا يعني حتى تواطين هم عندهم هذا الأوبشن يمكن نفعل ظون كون معهم ويعلموني شع طريقة المقابلة كل شيء شنو إن شاء الله أهدافتش للمستقبلية كفتر لكم يعني أنا حس لمي حق ماي قولز أحس يعني شيء فى عنده أفكار بس إني حاط ببالي عادي بشغلة وشي بغضاعة خاص وأطور نفسي أكتسب مهاراتي ديديده بعدين انا أبطل معي بزنس وعطي طاقتي كلها عشان شيء أبدع في وأنجز tane فيه لماذا ستانا سمعت اليوم؟ هل لديك نصيحة في تواجهنا الطلبة؟ بس أن يستعدون حق للتخرج يعني يطورون نفسهم من الحين ويضعون أفكار ببالهم مع توطين يأخذون ميتنجز وكل هذا وكارير فير نصيحة دوشوا لأن الصج سوف أعرفكم حق جدام الله يعافيك حبيبتي وصلنا بحلقة اليوم حق الطالب الثالث عرفنا عن ناسك السلام عليكم معكم عبدالله المفرج بتخصص محاسبة نعم خريج عبدالله إن شاء الله إن شاء الله هل كورس هتغرج أو الكورس الياي؟ إن شاء الله الكورس الياي كورس الياي بإذن الله دائما كنت خلال خريج والله يوفقك إن شاء الله ويسهل عليك تواصلت مع توطين في جامعاتنا أم لا؟ طبعا تواصلت معهم بخصوص التدريب الميداني والحمد لله طبعا ساعدوني بتدريب شركة من أفضل شركات الكويت والحمد لله كتسبت خبرة ويسهلون لك الموضوع ويسهلون لك الموضوع بالموضوع وخصوص التدريب وكل شيء ونقوه لشركة اللي أبيها توفيق نعم انت قلت لي أنك أنت طالب بزنس وانا سمعت أنك أنت لاعب بما أنك أنت لاعب وأنك أنت تدرس وتلعب نفس الوقت فأقول لي شون حياتك شون نسقت ما بين التدريب وما بين الدراسة طبعا هذا أنا شيء متعود علي من أنا صغير لأنني من أنا صغير كنت لعب كرة يد فمتعود خصص وقت الدراسة وحق اللعب نفس الوقت وقت التمرين ووقت الدراسة فيه ووقت بينهم ومشيت مع هالشيء لما دشية الجامعين الحمد لله هوايتك هوايتك ودراستك دراستك نعم مستحيل تتنازل عنه لا أكيد أنا تعود على هذا الشيء لأنه من أنا صغير قلت لك مهم يعني من أيام المدرسة من أيام المدرسة ايه مثلا أروح المدرسة أخلص أرد أتمرن شيء يعني تعود إن شاء الله بما أنه أنت رياضي بس تخصصك بزنس إن شاء الله الله كتب وسهل عليك وتخرجت لك خاطر أنك أنت تكمل مجالك الرياضي خلاص كفل تايم ولا بتخصصك لا يعني أقدر أكمل مثلا بتخصصي وتوظف شركة مهم وأكمل هم الرياضة بلعب كرت يد هم أقدر أني أنظم وقتي بنفس الوقت يعني بتم على نس اللي أنت ما في الحين لي هو بين الدراسة وبين الرياضة شون عندك نصائح حق الطلبة اللي بنسك يعني رياضيين ودوام جامعة يعني صحا منهم أهم شيء نضمون وقتهم بين الدراسة وبين الرياضة وأن يخصص وقت حق الدراسة أول شيء طبعا لأنها مستقبلة وبعدين يعني يكمل الوقت الباجي برياضة تايم مالجمنت على قولاتون وهذا أهم شيء يعني حتى ونت ملاعب يعطيك العافية الله عافيت ما تقصرت مشكولة ووصلنا حق القيست الرابع صح؟ الرابع مع الأبسود اليوم حق الأبسود الوظيفة مع بعد الدراسة وعرفنا عن نفسك معكم أخوكم عبدالله محمد نعم متخرج ماجستير من الأيوم ما شاء الله ومعرب كل التفاصيل كاريرفير وخي نقول الأي سي أم والأيوم والأيوم والأمور هذي كلها أنا أول لما كنت باك سيج وقالوا لي أن ما عادش الضيف فلان فلاني والنعم وقالوا لي أن بس قصتك على السريع أني قد حلو أنا بهالفقرة راح أسكت وخلي اللي معاي هو اللي يقول أنت أعطينا الأسئلة ورح أرد عليك لا تحاير أنت ذكرت أنك كنت من أي سي أم لأيوم وإنبيا أنت لا تقصد في الإدارة لأنك خاتم كل الأقسام يا رأيك موجود فقل لنا عشان كانت تجربة بلشت بأي سي أم ما كان في مكان كرسي شاغر حقي بأيوم فبلشت بأي سي أم مبدئاً أعزان آي تي أوك مع الوقت اكتشفت نفسي مو بالأي تي كلش فحولت على الفايننس والحمد لله تخرجت من إي سي أم بنسبة عالية دخلتني الأيوم ما طولت بالضبط يعني أربع سنين طلعت من الأيوم بنسبة عالية ونزلوا موضوع الأم بي أين أنك تدخل الأم بي أين وتخرجت من الأم بي أين أهم بنسبة طيبة يعني بالنسبة لي الجامعة شيء لما كان بحياتي يعني كاملة يعني كلمنا أكثر عن تجربتك بأم بي أيني أم بي أيني أم بي أيني الأم vender هي فرصة حك كل واحد فارض نفسه وجد حيلة أيني نفسه بالباتشلر زامين فمن الأفضل أن الواحد يستغل هذه الفرصة ويوصل فيها حك طموحه من ثاني سبوع تبدأ أن تتسوي المتحانات من ثالث سبوع تبدأ أن تسوي البوريقات لكن الحلو بالموضوع أن كنت تنتهي من الأم بيئي ببروجيكت تقدر أن كنت تطبقى بالحياة العملية فالي صار من الموضوع أن أنا كنت بالكوربرت بانكينج طبعاً عن طريق توطين دوامي كان سبع ونصف صبح إلى ثلاث ونصف بعدين الماجستير كان من ست إلى تسع بالليل إن شاء الله فالسنتين يعني الله يطلبك سويا فيه دراسة دوام أكل شكراً يطيك العافية هل هناك مرة اشتركت بالكورير فير فادك فادك الكورير فير بأمور أنا راح أقول شغلها يمكن أول مرة أقولها أنا وحيد لا عندي أخوان ولا أخواتس فليش قلت شدي ما خين قول أنت يمكن عندك أخوان أكبر منك الله يحفظهم أخواتك أكبر منك ينصحونك صح يقولوا لش والله قد ما يهني قد ما يهني قد ما يهني بس أنا كحالتي أنا عبدالله محمد واحد عند الفاسلتي اللي موجود هذا اللي هو خينقول توطين they will take care of you بالنهاية أنت تبي قايد أنت حينك كستودنت بتطلع بدش على سوق العمل لكن أنت ما تدري أن تذهب واحد لا تدري أن يهني لا تدري أن تذهب ما تدري أن تذهب لا تدري أن تذهب ما تدري أن تذهب شكراً توطين هذا هو وجود توطين في حياتينا كـ AUM Student أو AUM Alumni صحيح لماذا turf قال Yes Aum Alumni cycle لأن التوطين أنت تتخرج تتوظف عن طريق توطين عن طريق الكاريرفير اللي يصير أمساوي لك سي في أمجهزينك حق المقابلات عن طريق مقابلاتهم لك يهيئونك حق الأجواء هذي كلها يدرون كل طالب بيتخرج وهو مثلاً وين نقاط عنده نقاط القوة وين نقاط الضعف يدرون كل طالب وماذا هو احتياج السوق الشغلة الثانية أنا ذكرت كلمة وتوطين هناك علاقات لا ينصن بالنسبة لي ترى وايد حلو لما أنا أفتح إيميلي وأشوف واصلني إيميلي أن هناك وضيفة هناك شغلات تقدر تقدم وفي شغلة كنصال لها سنتين وثلاث سنين صايرة لأنهم كل سنة قاعد يطلبون أبديت عن بياناتك والكاريرفير يعني هذا يمكنك أن تذهب وإحبارك تماماً طبعاً تقدم عندما تزون الكاريرفير الشركات الخاصة لا ترى أبديت عن وإحبارك حيث في الشركات الخاصة من أنت هاية حيث الحكرة الحكرة يمكنك هم يائيين اي او ام يابون موظفين اي او ام يائيينهم عساس يابون يساعدون الطلبة لأن هذا دور التوطين يعني بالنهاية وانت رايح تبي تستفيد من الطرفين تتسوي نوان ريليشنشيب تو افريون يعني سبحان الله يا اخي الواحد يقول ترانا جامعتي مو بس شهادتي جامعتي هم اهي وراي صحيح وناسيني مو ناسيني يعني فيه فيه منا لهم ومنهم لنا نصيحتك لخيرة ام شاء الله يعني انت كلامكم ملي بالنصايح بس لو بتختصر النصيحة كلها عق الطلبة وتوجه حق الكاميرا اه انا قول حق الطلبة من اول ما تدخل ايوهم لما تطلع من ايوهم راح تلقى واي اشغلات يعني واي اشغلات راح تنمي يورسكلز تتكلم عن الالكلاسز البرتسبيتين تتكلم عن البراكتس تتكلم عن البراكتس تتكلم عن الكلبز تتكلم عن توطين ولا تحاتي يعني توطين هم مراقبينك وتختمها بالكارير فير انك انت تلقى المكان المناسب لك والله يوفقك وتاخذ الانبيئة ان شاء الله ان شاء الله ايضاك العافية ما قصرت ما قصرت والله كانت معلوماتك كفيت ووفيت يكون يوم الثاني ويوم الثلاثة ان شاء الله اهم شي بس بدنا نخبر كل الطلاب انه يجهزوا حالهم يجهزوا السي في تبعهم طبعا مركز توطين دايما موجود فيهم ياخدوا أبوينتمنتس أونلاين فيهم يعملوا سي فيهم يتدربوا على الموك انترويوز في عنا المنترس كلهم جاهزين بالدسكريبشن رح يلاقوا لينك توطين بلاس لينك الكارير فير لحتى يقدروا يسجلوا بالبلاتفورم هلأ طريقة التسجيل انه لازم يضغطوا على الرابط بعدين رح يطلع فيه بيانات بدون يعبوها اذا هي معلومات عادية يعني الميجور تبعهم اذا هن بعضهم ستودنت او جراديوات لانه الكارير فير هو موجه لجميع الطلبة والخريجين هلأ الهدف من الكارير فير رح يلاقوا فيه اكتر من 35 شركة كلهم من اكبر الشركات ومن جميع القطاعات يعني من جميع القطاعات مختلفة الوظائف اللي رح تكون متوفرة هي كمان كل الانواع يعني حيكون فيه full time jobs part times وحتى internships يعني حتى الطلاب حتى لو كان مثلا هلأ مستجد كمان نتمنى انه يفوت ياخد نظره يشوف شو هي الوظائف اللي موجودة يقرأ job description على كل وظيفة لحتى يعني يتثقف أكتر لبعدين انه شو الريكوايرمنت لحتى مثلا يتوظف بهالقطاع عن هالقطاع ياخد فكرة أكتر ويعرف شو لازم أكتر يركز عليه يعني إذا ما كان سي فيه تبعهم جاهز فبس فيهم ياخدوا موعد مع توطين لحتى المنترز يساعدون ويعملوا سي في معاهم أوه أوكي يعطيك العافية that was very informative قالت لكم أميرة كل المعلومات اللي تحتاجونها حق الكيريرفير شكرا لك شكرا لك هلأ حيكون جوة الكيريرفير كمان فيه ويبنارز يعني في عنا الـ sponsors والgold sponsors عندهم مثل sessions يعني بعرفوا فيها أكتر عن الشركة بعرفوا فيها عن الوظائف اللي موجودة عندهم بلس رح يكون فيه وركشوب يعني لما يخلص الوركشوب فيه e-certificate منعطي لهم ياها وهي أكيد رفيهم يقدروا يضيفوه على السي في فأدمه الواحد فيه يشتغل على حاله يحضر وركشوب وياخد e-certificates يعمل انترنشيب هاي كلها بلس بتضيف على السي في تبعهم وموفقين إن شاء الله ويعطيكم العافية كلكم على حلقته اليوم و Stay safe Being kind to one another Love AOM شوفكم أرا ليايا Bye